أكد رئيس مجلس النواب العراقية رئيس اتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي ضرورة توحيد البيت العربي للجهود ونبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة إقليميا ودوليا وذلك من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة وفي كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أكد الحلبوسي أن انعقاد المؤتمر في بغداد بعد مضي أربعين عاما على استضافته يشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية مشيرا إلى أهمية المساندة العربية للمضي قدما نحو عراق آمن وشرق أوسط مستقر ووطن عربي ينمو ويتقدم بما يتوازى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة